هعمل اطعم دلوقتي للشربات اه محتفظة كده ببطرمانات كل بطرمان شربات بطعم معين فانا دلوقتي مثلا هجيب كيلو من السكر طبعا انتوا كنت تعمليه اكتر كيلو من السكر ده عليه كيلو من المية لتر مية ازة لتر كده عايري بيها عليه رفع معلقة صغيرة ملح لامون ملح لامون بقى اهلة احسن من لامون ليه بيفتح لون الشربات وبعدين بيدي مدة صلاحية ليه اكبر طيب انا دلوقتي عايزة اعملو ما سكرش مني هعمل ايه طبعا القطعو زيانتوا شايفين اهي معايا بشر البرتقان وعصر البرتقان معايا امر الدين ومدوباب الشكل ده على النار يعني نص لفة امر الدين كده اقطعها صغيرة احطهاها على النار مع نص كبات مية هتديك الشكل ده ماشي طيب انا عايزة اعمل دلوقتي الشربات جيب بصوا احطوا كده في الحلة ماشي وعليه لتر مية لتر مية ده نزله ازاي من على جوانب كده كاني باخصل حروف الحلة كده وانا بنزله ما خليش رزاز من السكر حروف السكر الرفيع ده ما يطلعش على حرف الحلة تمام كده ما تكتريش ملح اللمون علشان ايه بيبقى فيه لزعة لزعة جامدة هو حامي قوي فانا على كيلو السكر ربع معلقة صغيرة او حرف المعلقة زيانتوا شايفين كده بس ما تكترش فانا عندي هنا قطع ما عايزة اعمل بالبرتقان اعمل ايه بقى نجيب مثلا هلا زي كده عندي كوباية عصير برتقان وبشر برتقان خليهم يغلوا على النار واحط لهم من العسل اللي انا عاملا ده يعني كوباية البرتقان دي على كيلو سكر خلي بالكم كوباية البرتقان دي على كيلو سكر فانا مسلا هتعملي زي ما انا هعمل كده انا عامل هنا دول تلاتة كيلو سكر وابدأ مثلا اخد بقى زي ما حتى كده كوباية عصير البرتقان وعليها بشر البرتقان واحط عليها حوالي اربع كوباية من الشرباط النوع التاني اللي هعمله وهو اللي بالمشمش او بامر الدين امر الدين ده اهول عادي بتاعنا خدت نص لف قد تعطاها صغية حطتها على النار مع نص كوباية مية غلية بقى بالشكل ده نحطها هنا برضو كده دي حوالي كوباية من امر الدين السايحة دي وحط عليها برضو حوالي من اربع لخمس كوبايات من الشرباط ده اللي انا عاملها واسيبه يغلي برضو مع امر الدين النوعين التانيين اللي انا هعمل بالقرفة وهعمل بمية الورد فهاخد دين كده عودين تلاتة قرفة ده مش هيغير لونه قوي ده هياخد طعم القرفة بس ماشي وهنا هياخد معلقة مية ورد معلقة كبيرة وابدأ انزل عليهم الايه الشرباط بسمه احمر روحي دين ها دول مش محتاجين يتغلوا انا حطت كده الحاجات بقى ايه فاضل المستنية بس اتصدى خالص ده احط بقى في البطرمان دوت